تضربت أراء النواب ما بين مؤيد لتأجيل انتخابات مجالس المخافضات أو رافض للتأجيل لكنهم أجمعوا على وجوب حسم تعديل قانون الانتخابات خلال الأيام المقبلة وعدم السماح بالتمديد للحكومات المحلية مرة أخرى يعني هو الخلاف بالحقيقة آسف أن أقول القسم يسعى لدفع الانتخابات ويؤخرها هذا ليس من صالح العام أما تعديل القانون أنا بنظري وما أدنى تعديلات أساسية العدد يعني ضخم جدا لربما يخفط تقريبا إلى النصف إلى مغلطان وهذا ما يستوجب من عدنا وقت ولكن لا علم سبب تأخر دفع القانون للتصويت قريبا إن شاء الله عدنا قراءة الأولى انتهت قراءة ثانية سوى مناقشة وخلال أسبوع زمان يمكن إنجازها الكل يعلم بأن هناك ارتباط وثيق بين المفوضية وفترة الانتخابات المفوضية أرسلت بكتاب واضح وصريح إلى مجلس النواب وكذلك للحكومة العراقية أن موعد 16 دعش هو وقت مناسب لإجراء الانتخابات بعد أن تتعهد الحكومة بتوفير كافة المستلزمات التي تحتاجها المفوضية لإكمال هذه الانتخابات كتحالف سارون نحن مع إجراء الانتخابات في هذا التوقيت لكون الكل يعرب أن مجالس المحافظات مضى على عملها أكثر من أربع سنوات والكل يعرب أن الانتخاب هو لفترة محدودة ولصلاحيات معينة وأعتقد أن هذه الفترة المحدودة تجاوزها أعضاء مجالس المحافظات بالنسبة كبيرة وصل إلى ما يقارب سنوات لكن في الواقع الحال والمفروض والمنطق أن يكون أربع سنوات ترجمة نانسي قنقر